السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وقبل ما أبلش الفيديو لا ننسى الدعاء لأخوتنا أنهم الله يصبرهم ويثبتهم إن شاء الله ونشوف يوم حلو جميعا بس ينتهي هذا الكرب إن شاء الله شركة ناثنج شغالة على قدم وساق بتقدم أو بتحاول تقدم دائما إشي جديد وكنا شغالين زمان بس على ناثنج فون 1 وشوفنا ناثنج فون 2 بعدين شوفنا الناثنج فون 2A واليوم بدنا نشوف الناثنج فون 2A بلس هذا البلس إلو معنى أنا بدي أحكي اليوم عن المعنى تبع هذا البلس أولا هاتف الناثنج اللي بيحضر فيديوهاتي والريز اللي بعملها واحد دائما من الركومنديشن اللي بعملها إنه هذا الجهاز ممكن يكون مناسب إليك بالذات إذا شخص بيدور على أداء ممتاز وعلى سوفتوير أو تجربة سوفتوير متميزة وتصميم مختلف عن أي جهاز آخر فهو بيجمع هذه الشغلات دائما وبهذا الجهاز راح توخذ هذه الشغلات فالتصميم أنا بعرف أنه راح تشوف هنا الناثنج 2A مضبوط لكن عندنا ألوان جديدة عندنا الميتاليك جري وعندنا البلاك أنا طبعا حبيت الميتاليك عشان أعطيك شو الإحساس لما تطلع على ظهر هذا الجهاز كيف لما بتعمل هيك إكس راي وتشوف مكونات شيء معين هم بيحاول يعطوك هاي التجربة نوعا ما إنه إنت أعمالك تطلع على ظهر شفاف هو باي دوي من البلاستيك والإطار من البلاستيك بتشوف إيش مكوناته فعاملين الكويل تبعا الـ NFC مع الكاميرتين كأنه هيك رأس إلو عينتين وورا دماغك بفكر يعني صراحة التصميم غير بعض الناس راح يحب هذا التصميم البعض الآخر لا لكن أنا بقولك التصميم متميز وكالعادي ما بدي أنسى أحكي عن الـ Glyph اللي هي الإنارة عندهم ثلاثة ستريبس من الـ LED lights وفيه 26 نقطة هاي النقاط إنارة راح تطلع فيه خيارات كثيرة تتحكم فيها لما بتستخدم الـ Glyph بالـ Software حتشوفها لما مثلا بيجيك تليفون مكالمة Notification بالـ Game بأشياء كثيرة ممكن أنت تتحكم فيها زي ما بدك وهذا إشي كويس بالـ Software وحد ناس حتستغرب لما يرن تليفونك لما يرن ويتحرك مع هاي الرنة الإنارة فنعم التصميم أعتقد راح يجذبك بدي أذكر كمان أنه عنده معيار IP54 مقاوم للرذاذ الماء فهاي برضو نقطة كويسة سماكة الجهاز 8.5 مليمتر ووزنه 190 غرام نفس الوزن مع الـ 2A أنا بحكي أنت لما بتطلع على ظهر الجهاز حكي لي أنت شو بتتخيل الشاشة أول إشي بدي أحكي عن الشاشة مش مواصفاتها موضوع الـ Bezled اللي هي الحواف تبعتي الشاشة يعني مشتغلوا على هذا الموضوع في عنا حواف متناسقة طلع فوق على الجوانب تحت متناسقة لابعات تبعتها زي بعض فالشكل جميل أما الشاشة نفسها فهي 6.7 إنش أموليد بتدعم مليار لون بتدعم الـ HDR10 بلس السطوع 1300 نتس أتفق معكم ليس أعلى سطوع ولكنه جيد جدا ألوان عن جد حلوة لما تحضر محتوى لما بتلعب جيمز لما بتستخدم الجهاز شكل عام فالشاشة يعني نوعا ما للنظر مريحة أيضا هي بتدعم الـ PWM 2160 هرتز معدل تخفيض الوميض فهي بتساعد إنه عينك ما تتعب لما بتحضر موبايل كثير أو بتلعب موبايل كثير وأنا ما بشجعك يعني تروح تقضي وقت كثير طبعا هي بتردد 120 هرتز الشاشة سلسلة لكنها ليست LTPO عجبتني كثير تمنيت لو كان السطوع أعلى من هيك بحاجة للسطوع أعلى النظام النوثينج OS 2.6 هذا الجهاز أول ما تشتريه وأول ما تشغله حيكون عليه الأندرويد 14 فأنت حتأخذ أندرويد 14 من أولها حتأخذ معه الواجهة تبعت النوثينج وأنا بعتقد أنه هاي الواجهة من الواجهات السلسة السريعة الثابتة ستيبل يعني ما واجهت فعليا باستخدامي لثلاث هواتف نوثينج قبل هيك ما واجهت مشكلة مع هاي الواجهة وبالعكس بعتبرها كثير مريحة في العمل وأعتقد أنها هي يعني إشي أساسي إذا بدك تشتري هذا الجهاز رح يجذبك إلها الشغل الثاني الشركة بتوعد بثلاث سنوات تحديثات للنظام وعندك أربع سنوات تحديثات للأمان ليست أعلى مدة بين الشركات نعم أتمنى إن شاء الله نشوف أعلى من هيك لكن أنا بعتقد أن الرقم هذا يعني مطمئن جدا من الأشياء اللي أحبها في هاي الواجهة موضوع الوجتس كديش كتير ركزوا الشركة على موضوع الوجتس وكيف إنها ممكن تعملها customization وكيف إنها لما بتحط الوجتس هاي على السطح الشاشة الرئيسية وكيف الانيميشن تبحها والإنارة تبعتها الإضاءة يعني كيف تضوي بتطفي وكيف تتعامل مع الوجتس بصراحة بيخلي التجربة دائما مختلفة بيخلي التجربة دائما عملية فأنا من الأشياء اللي بحكيش كتير عنها الوجتس هون بحكي عنها لأنه هي غير طبعا في وجتس حلوة رح تستخدموها كثير وجتس تبع تشات جي بي تي نعم صار فيه دمج رسمي ما بين النوثيق مع تشات جي بي تي فهو موجود في الجهاز ما في داعي تنزله بتحط الوجت على الشاشة الرئيسية وتبلش تحكي مع إنجليزي أو حتى عربي أنا بفضل إنجليزي لكن تقدر تحكي مع عربي وتسأله ويجاوبك أو تكتب له ويجاوبك وما إلى ذلك وانتوا عارفين كيف تشات جي بي تي وعارفين استخدامه نيجي نحكي عن الأداء كلمة بلس متعلقة بالأداء أنا متأكد ليش؟ مش بس الأداء طبعا لكن الأداء إش أساسي في تغيير للمعالج كان عندنا معالج الدايمين ستي 7200 برو حاليا عندنا الدايمين ستي 7350 برو شركة TSMC صنعته خصصا لهذا الهاتف فهو يعني معدل ومزبط مرتب لهذا الجهاز عشان يعطيك أفضل أداء عشان يعطيك أقل سحب طاقة أقل حرارة نوعا ما في الاستخدام فالأداء سريع ما رح تحسنه الجهاز اللي معك جهاز مثلا من هاي الفئة السعرية جهاز من الفئة المتوسطة العليا نوعا ما هتحسه أعلى فالجهاز سلس سريع وحرارة قليلة التغيير اللي عملوه مع هذا المعالج أيضا أنهم رفعوا تردد النواتين الرئيسيتين اللي هو الكورتكس الأي 715 صار بتردد ثلاثي جيجا هيرتز فهون بتشوفي الأداء أعلى لذلك حسب الشركة رح يزيد الأداء عاشرة بالمية أنا لعبت بوب جي تمام؟ أداء اللعبة كان سلس جدا حطيتها على إعدادات عالية الفريمز حلوة الألوان حلوة ما في لاغ أيضا تنتبه لشغل أنهم عاملين إيش يسموهم؟ الجيم مود هذا الجيم مود صنعوه عشان تاخد أفضل تجربة بالألعاب أنا ما بحكي لك هذا أفضل تجربة ألعاب لا بس بحكي لك تجربة ممتازة للألعاب أيضا بخليك تتحكم كيف تتعامل مع المكالمات أثناء اللعب عشان ما تخرب لعبتك وأيضا بحاول يخفف حرارة على الجهاز بالإضافة النوتفيكيشن كمان بتحكم فيها ففي عندك خيارات بالجيم مود لحتى تاخد تجربة لعب أفضل من أجهزة أخرى فالتجربة كانت إيجابية ما بقدر ألعب ساعتين وثلاث أنا دائما بعترف لكم وبحكي لكم فلو بدأت تلعب ثلاث ساعات أعتقد على أي جهاز ثلاث ساعات هيكون في حماوة هذا الشيء واضح فأنا يعني لعبت لتجربة العادي بعملها فكانت تجربة إيجابية مقارنة مع أجهزة كثيرة جربتها وعندي الرام هون 12 جيجا بايت رام بدعمها رام بوست من الجهاز أو من السيستم لحتى ثمانية جيجا بايت رام فما عندك مشاكل مع الرام الساعة اللي عندي 256 جيجا أما الكاميرات في عنا تغيير بسيط بالكاميرات أول شي عنا ثلاث كاميرات 50 ميجابيكسل كاميرا أساسية وكاميرا عريضة وكاميرا أمامية كاميرا أساسية الحساس نفسه الواحد على 1.6500 إنش فيه OIS وفيه كاميرا عنا عريضة 50 ميجابيكسل والكاميرا الأمامية كان 32 ميجابيكسل على الجهاز الأول حاليا 50 ميجابيكسل إيش النتيجة؟ إيش التغيير اللي أنا شفته؟ مع دخول الأي آي في عالمنا وفي عالم التصوير حتشوف شغل كثير وتعديل كثير بس أنا كنت خايف أنه أشوف أشياء مش واقعية لكن التجربة أعطتني ألوان حلوة نوعا ما وتقريبة من الواقع ما فيه oversaturation ما فيه ألوان هيك صاخبة تحس أنه لا مش هيك شفت الصورة لا زي ما تقريبا ما شفته الصورة بتلاقيها فيه تعامل كويس معظم الأحيان مع الدايناميك رينج بعض الأحيان كنت ألاقي دايناميك رينج ضعيف وهذا إشي متوقع لكن التجربة الألوان الفوكس إذا استخدمت العريضة والون اكس والتو اكس أنا بأكد لك رح تأخذ صور حلوة والكاميرا الأمامية هتأخذ تفاصيل هتأخذ فوكس كويس وعزل كويس فهي كتجربة كاميرا بديش أحكي لها أفضل كاميرا بدي أحكي لك أنه هاي التجربة كاميرا رح تعطيك إحساس جيد جدا بالاستخدام الكاميرا هون فعليا جذبت انتباهي وأعطتني تجربة حلوة حتى بدي أضيف الفيديو الفيديو مركزتش لكن أخذت فيديو 4K من الكاميرا الأمامية ممتاز فيديو 4K من الكاميرا الخفي برضو ممتاز فيه ثبات فيه ألوان حلوة وفيه دايناميك رينج معظم الأحيان كان كويس فأعتقد الناس اللي بدأت روح من فئة اقتصادية أو متوسطة لأعلى شوي هذا الجهاز رح يعطيكو هاي التجربة بالنسبة للتصوير خلونا نشوف الفيديو السلام عليكم مصدقائي هذا الفيديو فول اتش دي كاميرا الأمامية 30 فريم شو رأيكم التليفون بيقدر يصور فيديو 4K من كاميرا الأمامية أنا راح أجرب إن شاء الله شحابنا تجربة على الأقل الفول اتش دي 30 فريم بالعادة بيكون أكثر استابلاز الآن نحن نحك بالفي شو رأيكم هذا الفيديو فور كي من الكاميرا الأمامية تحت الظل الروح على الشمس شوف كيف الشمس هاي الشمس شو رأيكم نوعا ما أعتقد أن الألوان وأنا هسا بطلع الشاشة أعجبوني أكثر طبعا على الفور كي شوف كيف على الكمبيوتر إن شاء الله بخبركم رأيه وانتو برضو شوفوا وحكموا هذا الفيديو فول اتش دي 30 فريم ولكن على الزاوي العريضة الكاميرا العريضة الآن أعطيكم الخيار الكاميرا العدي هذا فول اتش دي على الكاميرا الأساسية اللي هي 24 ملي متر طبعا تقدر تتنقل مش إنما ما بتقدر تتنقل هاي أنا رجعت هون عريضة هون بقدر أعمل 2x أكمل بالعادة الكاميرا الأساسية هي بتكون عندها أفضل جودة نحن نحاول نشوف شو أفضل جودة عندنا الجميل بكاميرا هذا الهاتف بقدر يصور 4K على الكاميرا العريضة وأعتقد على الكاميرا الأساسية طبعا على الزوم لسه ما جربت هلأ بجرب لكن هاي الكاميرا العريضة حاليا 4K 30 فريم والآن 4K على الكاميرا الأساسية تمام وتقدر تعمل زوم 2x يعني من 24 مليمتر إلى 50 مليمتر كما أنتوا شايفين كما رأيكم يا رعاكم الله بعد ما حضرت الفيديو أنا عن جد بدي أسمع رأيكم اكتبوا لي كيف شفتوا الصور وكتبوا لي كيف شفتوا الفيديو هالفعلية أعجبكم ولا لا في التعليقات لو سمحتوا عشان نتنور ونشوف رأيي الناس باللي بيشوفوا كيف البطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 50 واط أعتقد أيضا أنه أداء البطارية كان جيد جدا راح تكفيك بسهولة يوم كامل بسهولة وإذا أنت ما كنت هيفي يوزر عادي تروح تكمل يومين ما عندك مشاكل الشحن سريع خلال 20 دقيقة بعطيك 50% 56 دقيقة بعطيك 100% شحن لاسلكي مش موجود تمنيت لو كان فيه شحن لاسلكي الشركة أيضا بده تضيف شغله أنه عمر البطارية على الأقل خلال ثلاث سنوات لن يقل عن 90% وهذا رقم ممتاز السعر فيه سعر عالمي هيكون 399 دولار وفيه سعر في الإمارات هيكون 1649 درهم شو رأيكم بالسعر مقارنة بالتفاصيل اللي شفتوها بهذا الفيديو اكتبوه في التعليقات بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء